نظم مزارع عدد من المحافظات الإيرانية تجمعات احتجاجية أمام شركات تأمين المياه في مدنهم وذلك قام مجموعة من مزارعية الأحواز المحتلة بإغلاق طريق الأحواز السريع احتجاجا على سياسات النظام العنصرية وتجمع المزارعون احتجاجا على عدم تأمين حصتهم من المياه الزراعية بعد قرار منع زراعة بعض المحاصيل في الصيف ذات الاستهلاك المائي الكبير لكن الشركة المزودة للمياه قطعت المياه عن كل الزراعات من المحاصيل الموسمية ذات الاستهلاك المائي القليل ما دا إلى تدمير الاقتصاد الزراعي وبطالة مئات المزارعين